طيب ما لما نروح بقى اعلق الده بعيد النصر اللي انا عايز اتكلم فيه النهاردة ولا احتافي بيه بانه اكمن وقائع واحداث تنتهي بنهايات سعيدة جدا لكن النهايات السعيدة جدا دي بتخلينا ننسى انها نهاية جات بالصدفة المحضة وان احنا دورنا فيها كم محدود للغاية وانه يعني وانه هو اللي حطت الجول في نفسه العدو اللي قدامنا او الخصم اللي قدامنا واحنا كسبنا وصعدنا لانه هو حط جول في نفسه مش ان احنا لعبنا كويس فنتصور ان احنا بقى فريق عبقري وعالمي واسطوري والكابتن بتاعنا بقى المفروض يتخد في البلندور علشان خاطر ان احنا كسبنا بالصدفة هو دي بقى دي الترتيبات الخاطئة اللي هي العواقب السيئة بقى الرهيبة اللي احنا بنتغرس فيها فمعرفش امكانيات لو نعرف سنة ولا نعرف اخطاءنا فنغرس في الطين وغرازنا في الطين يعني محدش درس 56 لانه كله كله مكتوم كله تحت الارض كله مش متشاف كله مش معروف كله مستكبي كله سري كله قمعي ماشي فتيجي 67 بز كوب مش كوب بست ده ده مفيش بست يعني فيه تاخد الفولدر كده تقوم شده وتقوم حطه في الحتة اللي انت حكس تحطه فيه كأنه 67 هو السيناريو بالكامل لستة وخمسين يا نهاري سويد حيداشر سنة وبنقرر نفس الكوارث وكان برضو عبد النصر منتظر انه في اليوم السادس هتحصل المفاجأة الجبارة والحاوي هيطلع منكم الانانب بتاعته وهنعمل نصر سياسي فطبعا المراضي الحاوي الامريكاني ما عملش ده زي ما عمل في ستة وخمسين يا ستة وخمسين النصر السياسي ده حصل ازاي حصل السببين مقاومة الشعب المصري مقاومة الشعبية مش الجيش الجيش انسحق انه المقاومة الشعبية ببطولة المصريين العظيمة بكل اطرافهم واطيفهم وفئاتهم وشرائحهم انا لسه لغاية النهاردة في بيتنا سورة ابوية اللي هو اساسا وحيد والديه ولوش جيش وهو متطوع فيه وهو في باكريوس او في لسانس باكريوس اللغة عربية في الازهر من غير العمامة لابس الدفاع المدن الجيش الشعبي كنسمون جيش الشعبي وراحة تدريبات عسكرية والي شارك في المقاومة الشعبية مصر كلها ده عيدها الحقيقة عيد المواطنة المصر عيد الوطنية المصرية امام خطر وحرب هائلة وضرب كان بتضرب مصر يعني مصر الجديدة كانت معسكرات الجيش فيها والمطارات كلها كانت بتضرب عينة معينة في عز النهار فإحنا نتكلم عن مطلطنا كمصريين إنما الانتصار السياسي ده بانسحاب قوات دي جاء نتيجة تدخل دولي محض من الولايات المتحدة الأمريكية اللي عايزة تنتقم من الحكومة البريطانية ومن انجلترا وترس الامبراطورية وتعلن نهاية الامبراطورية الانجليزية وده كان علي حرب السويس دي غربت الشمس عن الامبراطورية البريطانية بعدها وإنظار روسي بالتدخل فالقوة حسبتها دوليا فانسحبت انت فين من ده بقى أقولك انت فين من ده أول حاجة لازم نفكر فيها إنه عيد النصر بدأ بالحرب العجوان السلاسي العجوان السلاسي كان بسبب تأميم قناة السويس تأميم قناة السويس اللي أطلقوا عبد الناصر في 26 يوليو 56 وبعدين هم عملوا العجوان السلاسي 29 أكتوبر وبعدين خرجوا 23 ديسمبر شهور صعبة جدا على مصر يعني شهرين أكتوبر ديسمبر ده كان شيء من أصعب فترات مصر السياسية والاقتصادية ووجود مصر نفسه لكن تأميم قناة السويس يرجعني إلى النقطة لتصفر هل قرارتنا النصرية الكبرى الهائلة الفضيعة السياسية لا تشكل محاور هائلة جدا في تاريخنا وحياتنا يتم اتخاذها ازاي يتم صناعاتها ازاي هل يتم صناعاتها عن طريق مؤسسات منتخبة هل يتم صناعاتها عن طريق مجالس سياسية وفكرية بتشتغل وتبحث وتقدم دراستها للرئيس فالرئيس يقرر على الاختيارات دي او مجلس أمن قومي بيطرح عليه قضايا على ذات الأهمية الكبرى زي مثلا تأميم قناة السويس قرارت السويس ده قرار التأميم كان حلم المصريين بالفعل وكان يعيش المصريون على فكرة انه شركة قناة السويس دي او هاي شركة قناة السويس العالمية دي اللي امتص المص الدمنا واللي احنا حفرنا القلب دوافرنا وبأدينا واللي مات فيها آلاف المصريين نسترد حقنا وتبقى الارض دي بتاعتنا ويبقى القناة دي بتاعتنا والشركة دي بتاعتنا خصوصا انه في زهننا كمان انها كانت سبب العدوان والاحتلال الانجليزي فكان كل مواطن مصري فيه الخمسينيات يحلم بتأميم قناة السويس وعبد الناصر لما عملها فعلا كان شعبيته هائلة لما عمل القرار دا لان الناس كلها كان بالنسبة لها دا حلم عظيم لكن لما يبقى انت رئيس جمهورية وبتعمل للناس الحلم العظيم دا لازم تكون بتدرس الحلم العظيم ولازم تبقى فاهم كل ابعاد هذا الحلم العظيم لما يتنفذ وتبعاته ومسئولياته لانه ممكن اعمل حلم عظيم عبد الناصر عمل حلم عظيم دي 67 نكسة عظيمة وجاه 56 نكسة عظيمة بس ربنا سترها في الاكل فلازم اعرف قرار تأمين دا جزي يعني مثلا مذكرات الدكتور مصطفى الحفناوي دا محامي اثنى عمره من اجل قناة السويس يعني من اللحظة الاولى قضايا ضد شركة قناة السويس وهجوم على ملكها وعلى اصحابها وعلى مجلس ادارتها وقضايا ومحاكم وحاولوا يبتزوه حاولوا يرشوه حاولوا يقتلوه يعني كفاح كبير جدا اللي هذا الرجل والقيمة العظيمة دكتور مصطفى الحفناوي دكتوره في القانون طبعا والدكتوره بتاعته فيه اللزاع البريطاني المصري على قناة السويس وما الى ذلك وعرف وطلع جريد اسمها جريد قناة السويس كان بيقولش الجريد اسمها قناة السويس يدافع قناة السويس في مواجهة الشركة دي قد قضيت عمره يعني وكان كل الفلوس اللي بتجيله من اتعابه وهو كان محامي دولي عظيم جدا ينفقها على قضيته ضد قناة السويس ضد شركة قناة السويس المهم انه فهذا الرجل كان معروفا بحلمه بتأميم قناة السويس او تصفيت هذه الشركة بعد انتهاء امتيازها وكان عنده كل الملفات اللي تتقيلها في حياتك عن شركة قناة السويس فلما في نهاية يوليو في نهاية 1952 في شهر في 17 نوفمبر سنة 52 كان في نادو الزباط نادو قوات المسلحة وكان اسمه وقتها نادو الزباط اللي هو في الزمالك حتى الان يعني في الزمالك كان فيه نادوة وقف عضاء مجلس قطة السورة منهم رئيس الحكومة وقتئز للواء محمد نجيب الذي قرأ في الميكروفون بعد قصار الصور القرآنية الكريمة وقدمني للحاضرين حين ارتقيت المنصة عرضت المشكلات عرضا مركزا وقلت بصريح اللفظ اني اطالب بتصفية شركة قناة السويس التي هي اداة الغرب في استعمار بلاد المسلمين واذا كان لابد من تأميمها فعلينا ان نؤممها لكن على القوات المسلحة المصرية ان تكون مستعدة برا وجوا لمواجهة نتائج التأميم ذلك ان الحرب واقعة لا محالة ستحاربنا انجلترا وستحاربنا فرنسا حتما ويجب ان نستعد بالسلاح وبينت في محاضرتي اسباب ذلك وكنت كأني قرأت في كتاب مفتوح في صباح يوم 18 نوفمبر نشرت الاهرام وبقيت صحف الصباح نص محاضرتي واختر من المحاضرة ايه اللي حصل بعد المحاضرة اللواء محمد نجيب اللي هو رئيس الحكومة وقتها وقائد الجيش وقتها حضن الدكتور مصطفى الحفناوي بعد المحاضرة دي ثم واقف على المنصة المنبر بتاع النادي الزباط وطلب من الحاضرين ان يرددوا من ورائه قسما مغلزا بتنفيذ توصياته بالحرف الواحد اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم ان انفذ ان انفذ ما قاله ما قاله دكتور مصطفى الحفناوي دكتور مصطفى الحفناوي نفاعا عن مصر وتأميم تخيل ده العمله ده محمد نجيب كويس ثم بعدها بيحكي لنا برضه دكتور مصطفى الحفناوي انه رئيس عبد الناصر في 52 ايضا احد الزباط عرفه على عين عبد الناصر هو الرجل الاهم هو صنع السورة ويكلمه عن تأميم فقال له ما ينفعش انه دلوقتي وانا بعمل اتفاقية جلاء مع الانجليز اعمل امم لك القناة هأممها بعد ما يحصل الجلاء اممها بعد ما حصل الجلاء بايام يعني كويس امم اذا تأميم قائد سويس كان حلما وكان فكرة ومشروعا وكان موضوعا قانونيا لواحد من افزاز مصر القانونيين دكتور مصطفى الحفناوي والحقيقة الراجل شاف حياته مقاسي شخصية عائلية رهيبة رهيبة يعني كان الله في عونه ورحمه الله كان يعني من عزماء مصر اللي ادوا دورهم يعني المهم جينا بقى لحظة تأميم القناة في لحظة تأميم القناة اهو دكتور مصطفى الحفناوي بيتكلم هم اقسامه والزباط كان عبدالله انا بقولك ده علشان تعرف ان مصر كلها كانت عايزة تأميم انما اتخاذ القرار دي قصة تانية عبدالناصر بقى خد القرار ازاي اولا بس دكتور مصطفى الحفناوي تم استدعاه قبلها بايام واعد جنبه في مكتب مجاور له في رئيسة الوزراء يشتغل على قانون التأميم ثم في نفس الوقت هو استدعى الزبط محمود يونس المهندس محمود يونس اللي كان ماسك القصور الرئاسية ومتاحش محمد علي بقى وصارت محمد علي للمصادرة وحاجات دي واللي انه راجل امين جدا ومحترم جدا ووطني جدا كلفه بانه هو ملف قناة السويس ده وازاي تتدار شركة قناة السويس بعد التأميم وهو صاحب اللجوم على المبنى وإدارته اول ما يقول له دي اللي سبس في الخطاب ماشي هدى عندنا طرفين هاهم المحام القدير اللي عنده في المكتب و الزابط الأمين اللي هيعمل مع مجموعة اختارها بنفسه فكرة اقتحام هاي قناة السويس وإدارتها بعد التأميم ممتاز ممتاز فين بقى مجلس الأمن قوي مفيش فين اجتماعات مجلس قط السورة مفيش وكانت فك اسميا يعني طيب في اجتماع مجلس الوزراء مفيش هو بس عبد الناصر وقعد زي ما بيحكي بأي أستاذ هيكل وكتب على ورق فلوسكام مسطر كل تداعيات قرار التأميم لما يحصل واحد اتنين ثلاثة اين اللي ممكن يحصل اين اللي ممكن يحصل وكتب على رأي الأستاذ هيكل في بلافات السويس وكتب كل الاحتمالات كراجل أستاذ أركان حرب يعني واستراتيجية ماهر بارع فضيع عظيم ماهر حاجة واحد يعني كتب كل اللي ممكن يحصل ماهر حاجة واحد ان الجلطرة وفرنسا يحاربون وان اسرائيل يشارك في الحرب يعني انا مش شافه اتوقع ايه تاني اذا كان الحاجة الوحيدة الاهم ما توقع هاش واللي هو كان بيقول دكتور صفح حفناوي وسط الزباط يولي وكلهم انه تأميم يعني حرب طيب اذا الدراسة السياسية والاستراتيجية للقرار وانا مقول لك التأميم نفسه حلم والتأميم نفسه الدرس والتأميم نفسه الوجداني الشعبي والسياسي كله يطلبه ويهفو اليه واول ما قاله جوال عبد الناصر سكى يعني عنوان جماهريته وزعمته لانك تتهزت اوي في 54 والمواقف بقى بتاعه رفضة للمدرسين والاساسة الجمعة واغلاقه ونقابة المحامين ومش الاجراءات بقى الشنيعة اللي حصلت في 54 والابضع عن ناس ويعني المهم لكن عبد الناصر كده بتحمل هو المسئولية كاملة لانه القرار الغريب العجيب انه كان فيه اثنين ثلاثة من مجلس خط الصورة بس اللي عارفينه ومنهم عبداللاطيك بغدادي اللي انا بقى جاي مزاكراته النهاردة ومنه عبد حكيم عامر قائد الجيش وكان ضده كان ضد التأميم وكان رأيه ان احنا نتفاوض مع الشركة والشركة هتخلص 68 امتيازها نقعد نتفاوض معها كان عبد الناصر ابى ورفض وقال ان التأميم هو الحل ولما يسحبوا هم تمويل بنك الدول يسحب تمويل السد العالي يبقى احنا نقم بقناة السويس وفلوسها نعمل بها السد العالي واخد بالك انه فلوس هم كانوا يقولون ان الرادات قناة السويس سنويا كانت 35 مليون جنيه مصر بتاخد فيها 7% ابى حكيم عامر كان ضد ده ورافض ده ثم انه البنك الدولي وامريكا هي اللي سحب منك مشروع تمويل السد العالي ايه علاقة الشركة قناة السويس بالموضوع وبنستعد انجلترا المهم انتهى الامر ان عبدالناصر امم قناة السويس وحصل هذا الموج الشعب الهائل من التأييد والمبايعة وتعميد عبدالناصر بالدم وعبدالناصر يرجع من القرار ده في قطر يعني يستقبله المصريون في كل محطة يعني واللي بيجي ينطع الشباك واللي مش عارف واللي بيعايز المسئيد واللي عايز يتبارك به وينزل ميدان التحرير بعدها تتدفع نحو الالاف وهو في ميدان التحرير عبدالناصر لدركة الوسيس هيكل كاتب مقال اميها يقول وفهين امنيا ليه تسب كده كان ممكن اي حد يعمل اي محاولة اغتيال في ميدان التحرير مفيش اي احراس هو الرجل وسط هدير الملايين او الالاف يعني كويس درسنا احنا معها ان حربها تقوم لا امت الحرب عايزة واعلن اعلنت انجلترا وفرنسا مشاركتهم مع اسرائيل 29 اكتوبر كان القوات بتحتل سينا اروح هنا بقى فين اروح ليه عبداللطيب بغدادي لان خلاص بقى حصلت حرب مكانش حد متوقحة تماما اي وكانش حد متوقحة خالص لكن حصل طب عملنا ايه احنا بقى عملنا ايه ده السؤال المهم ليه انا جيت عم حكيم عبداللطيب بغدادي لان عبداللطيب بغدادي في الفترة دي كلها فترة الحرب دي كان اقرب الناس لعبدالناصر والدرجة انه كان بيبات مع عبدالناصر في قوضة واحدة بيبات مع عبدالناصر في قوضة واحدة في بيته ولما راحه ملاجئ في قوضة واحدة جنبه عسرير فما فيش بقى واحد شاهد اكتر من كده وكان بيكتب يومياته اياميه ما اعتمدش على ذاكرته بعدها وكاتب لنا بقى المجلد المجلدين هو بس انا هاخد الجزء الخاص بالحرب وارجو منكم يعني ان تتسع صدركم ويزيد صبركم ونسمع مع بعض ونشوف ماذا كان يجري من قادة مصر والحرب شغالة واحنا بنتضرب وتكتشف شيء خرافي وده باعتراف هذا الرجل اللي هو واحد منهم عضوا فيهم لهم وزعوا على نفسهم انابيب السم عشان ينتحن وزعوا على نفسهم انابيب السم عشان ينتحروا ما نقول لهم لحدش عرى تاريخ ولا حد عارف التاريخ هو بقى في اول حاجة يوم صباح اليوم التالي الاربعة و 31 اكتوبر 56 ذهبت للقيادة العسكرية حضرت زكريا محيد دين وكمال كمال دين حسين وجمال عبد الناصر واخذنا في بحس الموقف العسكري على ضوء المعلومات التي كانت تارد من ارض المعركة ولكنني لحظت استمرار عبد الحكيم في دفع قوات الى الميدان اكثر من اللازم حسب تقديري وذلك لرغبته في تحقيق الناصر السريعة وفي اثناء مراجعتنا لسير المعركة على الخرائط ابدينا تخوفنا من احتمال انزال الانجليز والفرنسيين لقواتهم في منطقة القناة وبغرض عزل قواتنا الموجودة في سيناء لكن ناس جمال جمال استبعد هذا الاحتمال ولم يقتنع بهذا الرأي طبعا الاحتمال ده ولا حصل وحوالي الظهر حضر صلاح سالم من الممنى القيادة العسكرية ودخل علينا غرفة الاجتماع وعينها تدمعان واخذ يقبل كلهم مننا خلاص بيعرف لحظة ودع تعريب خد بالك صلاح سالم المنهار ده هو لا يروح يقود الجيش ثم انصرفنا لتناول الغداء ثم عودنا عند الغروب الى القيادة وحضر صلاح سالم وابلاغا انه كان قد ذهب على جمال عبد الناصر في منزله واقنعه بالانسحاب من سينة ولكنني لم اخذ كلام صلاح ما اخذ الجد لمعرفة بموقف جمال من هذا الرأي في ظهر نفس اليوم ولانه حتى تلك اللحظة كان لازال يعتبر ان الانذار الانذار اللي عملته انجلترا وفرنسا غير جدي ثم حضر جمال الساعة السامعة مساء وبعد حضور مباشرة اعلنت غارة جوية على القاهرة ثم تبالن ان الذي قام بتلك الغارة هي طائرات السلاح الجوي البريطاني كما تبين لنا ايضا من المعارك الجوية في سماء سيناء ان طائرة الميستر المشتركة في المعركة اكثر بكثير من ملاد الجوي الاسرائيلي وكان التفسير الطبيعي لهذا ان السلاح الطيران الفرنسي المشترك هو الاخر في العمليات بسيناء المهم على اساس هذا التصور لوقش سحب الجيش كله من سيناء وحتى من قطاع غزة ورفح والعريش وشرب الشيط وصدر قرار الانسحاب الشامل لقواتنا من تلك المناطق في الساعة العشرة والثلث مساء وبدأ عبد الحكيم في اصدار اوامري بالتنفيذ نفس اللحظ في ساعة ستين في حوالي الساعة الحادية عشرة مساء اعلنت غارة جوية ثانية على القاهرة ونزلنا الى المخبأ الموجود بمبنى القيادة ثم ابلغنا مظلات معادية في ارض السبق بمصر الجديدة القريبة من مبنى القيادة العسكرية ومن منزل جمال ايضا حدث على اثر سماع هذا الخبر ما لا كنت اتوقع من الانفعال العصبية وتكلم عن حكيم قائلا اختفوا جميعا وتركوني مع الجيش واتطلبوا جمال وفكر في اولاده وطلب العمل على نقلهم فورا الى الانطر الخيرية ولكنه عاد بعد فترة وطلب نقلهم في وسط القاهرة خوفا من كلام الناس وحتى لا يقال انه هرب هرب اولاده وترك الناس معرضين للقطر اما صلاح سالم فانه كان يصر على قيامنا فورا بمغادرة مبنى القيادة والاختفاء وزكريا تكلم عن ثلاث شقق سبق تجهيزها لاستخدامها عند الطوارئ وذلك في حال اذا بطررنا الى العمل سرا تحت اي ظرف من الظروف يعني احنا انهزمنا ومصر احتلت فيرجعوا بقى ثلاث شقق دولة يقودوا بقى المقاومة هما ويرجعوا مصر تاني وكان هذا الانفعال قد نتج على اثر تقدير خاطئ من بعض ضباط القيادة واعتقدهم ان انزال هؤلاء الجنود كان الهدف منه اقتحام مبنى القيادة ومنزل عبد الناصر ونسوا ان هذه العملية الانتحارية مقضي عليها بالفشل ولا يمكن لقيادة عسكرية التفكير فيه ماشي كنوا فاكرين ان هم راحين بيت جون عبد الناصر بيحكي ويكمل حكاياته وكان السؤال الذي يدور في زهنه كل منه في تلك اللحظة هل نستمر في القيب عركة ونتحمل نتائج التخريب والتدبير ام نجنب البلاد هذا الدمار بالاستسلام والاختفاء لمقاومة هذا الاحتلال الذي سيفرض علينا سيفرض علينا وذلك عن طريق المقاومة السرية وكان الاتجاه الغالب هو الاختفاء والقتال الاختفاء والقتال واما جمال فكان مضطربا ولكنه لم يبدي رأيه فورا ولم يظهر اتجاه ام كنت قد بحثت عن قوات عسكرية بالقاهرة لاستخدامها في التصدي ومقاومة هؤلاء الجنود المزعومين اللي هو المفروض منزله بالمظالات البريطانية لكن تمين لي ليس هناك اي قوة بالقاهرة غير الكتيبة 13 المكلفة بحراسة منزل عبد الناصر طيب حوالي الساعة التين صباحا غادرنا القيادة العسكرية متوجهين على ما نزلنا وركبت مع جمال سياراته وكذا زكريا ودر حديث ونحن في السيارة حول الدول الصغيرة التي لم تفرد في شرفها وكرمتها ولكنها احتفظت وقاتلت دولا كبيرة خلال حرب العلمية التانية وخسرت المعركة في النهاية لكنها احتفظت بشرفها وكرمت ماشي بيروح تاني يوم الخبيث اول نوفمبر 56 بيقابل جمال عبد الناصر بيقتنعوا انه لابد انه هما يذهبوا معنى قيادة العسكرية قبل ان ترجع لاجتماع مجلس الوزراء عبد الناصر بيقول لهم تفتكروا ندعو مجلس الوزراء ندعو مين يتصور انه ادارة البلد بعيدا عن حكومتها عن اعضاءها فيقولك ايه هل ندعو مجلس الوزراء ولا ما ندعوهش وهل ندعو الوزراء المدنيين حاجة طيب باتوا مع بعض يعني جمال عبد الناصر تكلم عن خطة العدو واهدافه لازماء دفعتنا لسحب قواتنا من سيناء لكن عضاء المجلس كانوا في سكون تام الحمد لله جابوا مجلس الوزراء عدو إلولو وبعد الانتهاء من الاجتماع طلب مني جمال ان ابقى معه المبيد بمبنى مجلس الوزراء في مخبأ تحت مبنى المخابرات العامة المناصق لمبنى مجلس الوزراء ولكننا عندما ذهبنا للنوم وجدنا مكان غير مناسب واستعي بجمال ان يلجع الى هذا المكان وامامه موظيف المخابرات فعودنا الى منزله واردت الانصراف الى منزله وكانوا طلبة ان ابيت معه بمنزله ولم تكن اصراته بالمنزل فقد نقلت الى مسكن اخر نقلت الى مسكن اخر بوسط المدينة رغبت في ان انتقل الى حجرة نوم اخرى غير حجرة نومه ولكنه طلبة ان ابيت معه في نفس الغرف ماشي طيب صحونا تاني يوم على الانفجارات وعلى ضرب بطار المازة وعلى وهم كانوا بيتابوهم كده هم فيه في البلاكونة ماشي راحوا مجلس الوزراء وعبد الناصر راح قال انه هنحارب وقال الخطبة الرائعة اللي خطبها في الازهر وبعد كده رجعوا الى المكتب لم يكن بالمكتب غير جمال وعب حكيم وقد اخذت اتحدث اليهما عن روح الشعب وتصرفاته واصلاء الغارة الجوية التي شاهدتها عندما كنت متواجهة من القيادة الى الدقي واستهتار الشعب هذه الغارات ومعنوياته المرتفعة ثم حضرت زكريا واتصل صلاح سالم تلفونيا بجمال عبد الناصر وطلب مقابلته فحدد له جمال موعد المقابلة بعد ساعة من حديثه التلفوني ثم قام جمال واستأذن في الزهاب الى دورة المياه وطلب ابن عبد الحكيم ان يتحدث معنا في الموضوع الذي سبق وذكره له جمال لجمال عبد الحكيم قال لهم ان الاستمرار في المعركة سيتم ستلتع عليه تدمير البلاد وقتل الكثيرين من المدنيين والشعب ساكره النظام والقائمين عليه وانه يفضل تفاديا لهذا التدمير ان نطلب ايقاف القتال صدمت الراجل صدم مع عبداللطيف بغدادي وعاد يقول له ازاي واحنا ايه احنا كمان الامر يستلزم مننا الاستمرار في المعركة حتى تسقط العاصمة وبعدها نقدر موقفنا ولا اقول ان نركب رؤوسنا كيف كان هتلر ولا نستسلم ابدا حتى تدمر البلاد نهائيا ولكن ارى ان نستمر في المعركة حتى لا نسقط من اعنى الشعب ونفقد احترام الشعوب الاخر معركة ايه ما بيحارب ما كمش بيحارب ونسحبه اللي بيحارب قوات الشعبية المقاومة الشعبية اللي بيقاوم مقاومة شعبية في بلد محتلة انما مش عارف يقاوموا يعملوا ايه مش فاهم يعني المهم رابض الناصر رجع سمع الكلام ده في اثناء المناقشة دخل صراح سالم ما كانش الصبر يعد ساعة ودخل قال ايه بقى ان انا يجب ان نجنب البلاد والاية التدمير والتخريب وذاكرا ما سبق قاله عبد حكيم واقترح على جمال ان يعلن بيانا على الشعب يخبره فيه بانه رأى ان المصلحة تستدعي تجنيب البلاد الضمارة والخراب وان يعني انه سيطلب وقف القتال والاستسلام ونقوم ونسلم نفسنا للسفير الانجليزي عبداللاطيب بيقول لهم احتمل هذا القول فرددته عليه انني ارى انه اشرف لي صلاح الانتحر قبل ان اقوم مثل هذا العمل وهنا قال يا جمال عبد الناصر انه من المستحسن ان ننتحر جميعا هنا قبل ان نأتي بمثل هذا العمل وطلب من زكريا محي الدين احضار عدد من زجاجات السم سينارو البوتسيوم تكفي لعددنا لاستخدامها عند اللزوم واكد كلامه بقوله انني جاد فيما اقول وزع لنفسه بالسم طيب واقترحوا انه هو يختفوا ويديروا المقاومة وهما مختفين طبعا على الجانب الاخر بقى فيه امريكان شغالين وجوابات ورسائب ووزارة الخارجية والامة المتحدة عشان الموقف ينقذ يعني وعلشان ينسحب الانجليز والفرنسويين من المعركة لكن اللي جار زي ما بقولك هو ادي مجلس قط الصورة ادي مجلس قط الجيش اللي بيستعده ان ينتحر واللي بقولك احنا هنسحبه خلاص انسحبه ويقولك هنقاوم بقى نقود المقاومة السرية يوم 3 نوفمبر صحي عبدالطيب بغدادي على اصوات طلقات المدافع وشاهدت طائرات الاعداء وهي تقوم بضرب بمطار المازة واشلائتها العسكرية بالقنابل والمدافع الرشاش اتصلت التلفران بجمال عبدالنس مجلس قط الصورة الساعة 10 الصبح سمع هو اصوات الانفجارات مني فاجابته انني في ارض المعركة وكنت اضحك وشار البلاء ما يضحك وطلب مني ان اذهب الي رحت قال لي صفل الغارات فقلت له ان احنا يعني الغارات تصدت مدفعياتنا لها واسقطنا احدى طائرات العدو قرب قرب مطار مصر جديدة وانا معدي شهدت حطمها وكنت في الحقيقة اكذب علي وكنت في الحقيقة اكذب علي لان ما كان قد سقط قرب هذا المطار لم يكن الى الخزانات الاضافية لاحدى الطائرات تخلصت منها لتخفيف من حمولتي وعندما سمع مني جمال هذا القول الكذب ده قام اخذ واجه بين كفيه وقبله حول الله يا رب ثم بدأ يتكلم على انه لا يعلم شيئا عما يفعله الجيش وان القوات العسكرية انتشرت في شارة القاهرة وتركت منطقة القناة رغم الاتفاق على سحبها من سيناء للدفاع عن القناة ومن انه جمال منعزل تماما عن القادة العسكرية ولا تصله اية معلومات عن اوامر العمليات او تحركات القوات او خط الدفاع وانه صراح سالم والذي اصبح وكأنه المسؤول وتنفذ اقتراحاته وانه صراح سالم اقنع عبد الحاكيم بالتسليم ووقف القتال ومن ان صراح سالم اصبح مسيطرا عليه وكانت حالة جمال عصبية ويسكر ذلك بل كاد يفقد السيطرة على نفسه فضل السيد الزعيم اللي احنا وده نفس الكلام اللي قاله بعد كده فصراح السيد برد الزعيم اللي احنا خرج بعد الانتصار ده النصر السياسي ده بطل الامة العربية اولا كل التقديرات قد قطئة ثانيا اا كان هينتحر ثالثا اا معرفش اي حاجة عن الجيش طيب المهم عادوا مع حكيم وحصل شويتين اللي بيحصلوا دايما بين عبد حكيم وعبد الناصر مقرسين من بعض ومضايقين من بعض وحالك كده وهي الحبايب يرجاعوا عادي يعني ايه تولى قيادة عبد الناصر خدها انت يا عبد الناصر فعبد الناصر كان عايز يروح الى المعركة بنفسه ينزل بقى الاسماعيلية والبرسعيد ماشي قالوا عظيم جدا ويقول لنروح وبتاعه وحاجة مندي المهم في يوم الحد 4 نوفمبر كنا بنبيد بمبنى مجلس الثورة توجهت بعد ان تصحوط من النوم الى حجر الجمال المهم فبيقول له كيف الحال اليوم فرد علي جمال عبد الناصر بأنه لم ينام طوال الليل وصرح لي انه قد بكى وانه على ما يظهر ضيع البلد على حد قوله شوف اللحظة العصبية والنفسية الهائلة لجمال عبد الناصر عيط وقال له يظهر اننا ضيعت البلد طيب المهم عشان يرفع روحه المعنوية هما الاثنين ويقتربوا من عرض المعركة قرروا انهم نروحوا الاسماعيلية يدير المعركة بان هناك عبد الناصر بنفسه يبقى موجود هناك في قلب المعركة ولو كجندي ونحن في طريقنا الى الاسماعيلية قال جمال بصورة مؤثرة ومحزنة بعدما شاهد العربات والدبابات محطمة على جانبي الطريق انها بقايا جيش محطم واخذ تسليح الجيش قائلا ان 103 ملايين من الجنيهات قد ضاعت هباء طبعا بارقام زمان دي ارقام مروعة كما قال ايضا بالانجليزية I was defeated by my army army لقد I was defeated by my army هزمت بواسطة جيشي هزمني جيشي بصعب دلناصر كمقولي انجليزي زي كده على فكرة يعني تعبان زي مش وكنت اقول له لا تيأس ادي ادي واقعنا المهم انه لما راح قالوا له مش هينفع تقعد الانجليز والفرنسويين ومعرفش يخش يعمل اي حاجة ورجعوا تاني رجع تاني ويخيل لي انه رجع بتاكسي يعني يخيل لي المهم انه دل ده هذا ما يعني هذا ما جرى على ارض المعركة طبعا يعني ما انتصرناش ما انتصرناش في المعركة خالص انتصرنا في بطولة المقاومة الشعبية وانتصرنا سياسيا بجلاء العدوان اشتركوا في القناة